الخيل والبيداء تعرفوني يا جماعة تحظر رياضة الفروسية بشعبية واسعة في دولة الكويت حيث انها جزء ما يجزء من التراث الثقافي للدولة وهي ايضا من الرياضات العالمية ومن هم انواعها سباق التحمل وسباق الحواجز تعد وحدة من اقدم الرياضات اللي عرفها الانسان يسعدنا اليوم من الرحب ونبارك ايضا للفارس ضاري مطلق لمطيري المتأهل الى بطولة كأس العالم للقدرة والتحمل في الولايات المتحدة الامريكية في ستمبر القادم بعد فوزة بالتصفيات المؤهلة واللي قيمت بعدة دول صباح الخير يا ضاري والف الف مبروك يعطيك العافية طبعا احنا قبل الهواء كنا نضحك انا ماسك الهذا اللي من وين بتهم هذي اللي لونها بيض هذي مرثون كورلي وهذا يحق غفز الحواجز في فرنسا في فرنسا فسأل ضاري قلت لابو بالفرنسا قال لي وي ازين نكمل بالفرنسا لا عساك على القوة ان شاء الله ما شاء الله تشارك في بطولات كثيرة طيب سولف لنا عن هذه البطولة اللي يعني ما شاء الله انت متأهل لها وهذا شيء نجاز اعتقد كبير لفارس ايضا من فرسان الكويت او شيء لله الحمد يعني بطولة كأس العالم يسعى اي فارس سواء من الكويت ولا من خارج الكويت ان يشارك فيها بلا شك كاسم بطولة كأس عالم بالنسبة لتأهل كاس العالم كل فارس يحتاج انه يكون مخلص او شيء سباغات النوفس سباغات اللي يتأهل الفارس وتأهل الجواد انه يركض الوين ستار ومن يتخلص الوين ستار التأهل للتو ستار ومن ثم الثري ستار اما بالنسبة لكاس العالم لازم سباغ التو ستار اللي هو مئة وعشرين كيلو تكون مخلصة اربع مرات يعني حق كاس العالم كوجه عام لازم تكون مخلصة تقريبا ستة الى سبع سباغات عشان تكون كواليفاء لكاس العالم ما يشترطون انه تكون مركز الاول مركز العاشر ما فيه شرط حق المراكز بس بالمئة وستين كيلو اللي هي لثري ستار يكون لمدة دسبيت يعني انه حطيلك سرعة معينة ما تغل عن خمسة عشر كيلو بالساعة وبس من متى ضار يتبارس هذه الهواية بلشتركه بخير من كان عمري ثمان سنين تعلمت على ايد اخوي الفارس ناصر الحميدان نعم هو اللي على قراتهم هو اللي نمى هذه الموهبة فيني أسسني على الغفز الحواجز والقدرة والتحمل تمام لأن الحمد لله تاحل تلحين الكاس العالم زين الظاهر ان حتى في رياض الخيل في كذا نوع منها يمكن اللي ذكرت حضرتك اللي هو القدرة والتحمل شلون هذه تفرق نقول مثلا عن رياضات الأخرى اللي موجودة في الخيل بالنسبة للقدرة والتحمل والقدرة والتحمل مثل ما انت عارف ان مسافات طويلة نعم وتفرق عن رياضة مثلا قفز الحواجز الفلاتريس ان قفز الحواجز مثلا مدة البطولة يكون دقيقة للفارس تعتمد على القفز على الحاجز تعتمد على القفز ان الحصان يقفز انه ما يطيح وانه منه السوالة اما بالقدرة والتحمل انت الحين مع احصانك لمدة خمس ساعات ولا ست ساعات في بطولة عادي يعني ان تكون قطاعة المسافة بآخر فحص ان كل لوب عن نوب انك تكون داخل تفحص عن الدكتور ولا شيء نعم عادي انك تكون مجتاز السباك البطولة كاملة الفحص طبعا الخيول هذا الفحص الخيول للمنشطات وغيرها ايوه لا الضلع يعني حصان العرج مع العرج نبضات القلب الجفاف مع الجفاف تحمل ايضا ايه تحمل الحصان والركافري مع الحصان كامل عادي انك تكون مخلص سباك وانت مثلا البطولة كاملة من يعني على قولاته خمس ساعات ست ساعات صار لك راكب اخر شيء مستبعد انه ضرع حصانك عرج ولا شيء كذلك هذا طبعا رأفة بالحصان ايه زين قلت حضرتك ايضا بانك انت قدره تحمل وايضا قبض حواجز وين شوف نفسك زيادة او يمكن ماهر فيها زيادة والله اشوف نفسي بالقدره التحمل وهذا الشيء اللي خلاني اسعى اني ابرز وكون متاه لكاس العالم ساعة للشغلة هذه بديت اركب دولي سباغات دولية من قبل ستة الى سبع سنين ما شاء الله شاركت اول سباغ لي بفرنسا من بازير والحمد الله حصلت استاذت السباغ حصلت على ثاني افضل حالة صحية للجواد الحمد الله من بعدها قمت ابحث شلون طريقة اني تاهل كاس العالم وشلون الكواليفاي وكم المدة لان المدة بين كاس عالم وكاس عالم سنتين لازم انت بالسنتين تكون مشتازة السباغات اللي قلت لك عنه ووصلت ما شاء الله والحمد الله طيب ومن الضهر من الاخر تمارس ايضا قبز الحواجز والفلات ريس الفلات ريس لا ليش الفلات ريس عندنا هذه اختصاص المدرج المدربني يعني يبيض خبر اطول مثلا ما اجذبتني رياضة ولا كثيرا فيها يعني ما اجذبتني رياضة هذا مثل حماسة قبز حواجز قدره تحمل الفلات ريس الامانة ما اجذبتني زين ذكرت تقريبا من 6-7 سنوات وانت تشارك في بطلات دولية قبل هكيد كنت تشارك في بطلات محلية ايطا شنون كانت تتم المنافسات مثلا على المستوى المحلي اللي اهلتك منك ايضا تقدر تشارك فيه البطلات الدولية حنا الحمد لله بالكويت الكويت عندنا من احسن الفرسان يعني والاكثر من بخواننا الثانين من البطلات اللي تصد عندنا بالكويت سواء انها مو دولية مع ذلك ان البطلات عندنا هني تكون فيها منافسة اقوى من السباقات الدولية تمام يعني حنا بالكويت الحين عندنا العديد من الفرسان الابطال الحمد لله صحيح والمشاركة هني بحد ذاتها بالكويت يعني شيء على قراتهم اكثر من اللي بره معنا احنا السباقات اللي عندنا هني مو دولية لكنها قوية لكنها اقوى من السباقات الدولية اللي بره يعني الحمد لله انا ركبت بالكويت وشاركت بالكويت ويوم رحت شاركت بره ما فرقت معي لاني انا عندي بالكويت بطلات اقوى من هذه والحمد لله اي فئة عادة نشارك فيها وتنافس فيها حنا برياضة الغدرة ككل نعم هناك ثلاث فئات الفئة الاولى فئة الجونير اللي هم تحت 21 سنة المبتدئين نسميا ولا عشان عموة ناشئين ناشئين وفي فئة الفتيات وفي فئة المختلط العمومي ايه انت وين تنافس عادة العمومي مختلط تمام ممتاز انزين ابي التجهيزات والاستعدادات مثلا حق مسابقات القدرة والتحمل هل هي تختلف عن غيرها مثلا تحتاج اعداد اطول مثلا اكبر ايه طبعا اخي عبد الرضا وقدره تحمل تمرين احصانك الوقت اللي تستغرغ بالتمرين استعدادات البطولة تكلفة البطولة اكثر من اي رياضة ثانية يعني بغض النظر عن التعب اللي انت بتبذل ازيادة المجهود المجهود يعني مثلا خنتكلم على قفز الحواجز يعني تقريبا ماكسموم 45 دقيقة اذا بتشغلك مثلا الحصان ولا شيء نعم غير الغدرة والتحمل الغدرة والتحمل اغل شيء اذا بتشغل تمرين حصان واحد يعني اغل شيء يومي انا اقولك انت قاعد تدرب ساعة ساعة ونص غير الامور اللي بعد التدريب غير الامور اللي انت قاعد تساعد فيها حصانك غير التغذية غير امور واجد نزين هل يعني افهم كلامك بان رياضة فروسية ما هي سهلة اكيد ما هي سهلة لا انا اقصد يعني بالتالي هل مثلا اغبال عليها يعني في مجال ولا انه بالتالي الواحد يستصعب المشاكل اللي راح يدش فيها لا هي حالات الرياضة بتاعفها يعني ما في شيء يجي سهل اللي يجي بسرعة يروح بسرعة نعم رياضة جميلة وهذه من التراث اللي عندنا صحيح وبالنسبة للخيل هي تجذب رعيها يعني انت اذا اول يوم مثلا تقعد عندها ساعة بكرة تقول الله فازيد بقى ساعتين ثلاثة أروا نعم علم اولادكم ركوب الخيل فهل لازم نبدي من صغر ولا ممكن ان الواحد يبدي مثلا متأخر بالنسبة لي انا بديت من وان صغير بس يعني شيء حلو ان الواحد يبدأ من صغير عشان يتطور بسرعة بس ما يمنع ان الواحد هو كبير يركب زين بالاضافة ايضا الى المجهود البدني اللي ذكرته والاستعدادات وشذي يعني واضح بان الرياضة لالها قد تكون مكلفة شوية فترى شلون يعني الدعم مثلا لمثل هذه الرياضة عندنا في الكويت او على القد لو تتكلم عن نفسك شخصيا مثلا يعني شلون كان استعدادك للبطولة هل مثلا كان في هناك دعم هل كان فيه تجهيز كافي مثلا الدعم والله دعم خاص والتجهيزات على حسب كل بطولة يعني انت مثل ما انت عارف مسافات طويلة لازم انت تكون مليغ احصانك ومليغ نفسك تكلمنا قبل شوي على سلفة الجوات الحين على الرايدر نفسه الخيال نفسه لا بد ان انت تكون عارف انت شنو مستواك من اللياغ البدنية اذا لياغتك مزينة انتس عنك لما تقول لياغتك تقصد يعني شلون الواحد يستعد او يعني يكون لاغ نفسيا او خنقل جسديا للرياضة يعني الحين ابسط مثال في لا ركبت مسافة طويلة ارهاق بدني جفت بدني اما اذا كنت انت مليغ مثلا مستمر بالرياضة ما تقطع تسوي تركض محافظة على اكلك لان البطولات عندنا تفرقوا حتى بالوزن في بطولة يجيك مثلا يبي وزن معي يعني محليا محليا ما في وزن اما بالنسبة لسبقات البطولات الدولية الدولية لا وزن ومن بطولة البطولة يفرق يعني عادي انت تكون راكب اليوم بطولة بوزن سبعين كيلو ولا خمس وستين كيلو بكرة ثاني يوم البطولة يبون منك خمس سبعين كيلو فهذه كلها على قرارة من المتاعف اللي نواجهها زين واجمالا الاهتمام بالرياضة شلون احنا ندري ان عندنا يعني من زمان ناجي الصيد والفروسية لكن طبعا بالسنوات الاخيرة ايضا صار فيه مراكز تدريب يمكن للخيل هل شايف بان هذه ممكن تعد لاعب ان ينافس البطولات الدولية ايه الحمد لله بالله وانا الاخيرة قاعدة نشوف ان اقبال ودعم يعني مراكز تدريب بالكويت عندنا بشكل اكثر من قبل وهذه على قرارة من الامور اللي تخلي على انه يصير عندنا فرسان ماهري لهم القابلين هم يشاركون وينفسون داخل وخارج الكويت طيب قبل شوي سألتك عن الدعم وشذي فقلت انه دعم خاص هل يترى السالفة مكلفة مثلا ولا مقدور عليها والله السالفة ما نقول مكلفة اكثر من مكلفة بس الحمد لله يعني انا البيت عندي مون قصرين هم السبونسر الرسمي لي الكويت كلها ان شاء الله وارد قصر وياك تستاهلك الخير ان شاء الله وتوقعاتك ان شاء الله البطولة في سبتمبر والتأهيل لها شلون ان شاء الله اذا الله اراد شيء بيض الوجه ان شاء الله هذا بالنسبة للتوقعات في البطولة بذن الله اتوقع انها راح تكون بطولة صعبة كمشاركة عدد دول كبير وكبطولة وكاسم يعني مو شي سهل ان الواحد سواء يصلة ولا ان يفوز فيه المشاركة بحد ذاتها فوز ما توقع ان اسم الكويت اندرج بالبطولة هذه من قبل بس ان شاء الله انه بيندرج سبتمبر هذا ورح يكون شيء بيض الوجه اكيد اكيد ان شاء الله يعني طبعا احنا مرة ثانية نبارك لك اللي يتأهل الى هذه البطولة ومثل ما قلت هذا انجاز بحد ذاته يعني ما شاء الله وان شاء الله ايضا رح نصضيفك بعد شهر سبتمبر وانت فايز ان شاء الله ايضا من البطولة الله يتذكر كل شكر وتوفيق لك الله يتذكر اذا اعزائي كان معنا الفارس ضاري مطلق المطيري المتأهل الى بطولة كأس العالم للقدرة والتحمل في الولايات المتحدة الامريكية في سبتمبر المقبل والحين رح ننتقل ان شاء الله الى زميلنا نجيب القحطاني اللي موجود حاليا في مشروع المبنى الجديد لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ونقول لصباحكم